عززت مؤسسة الاتصالات السلكية واللسلكية بساحل حضر موت يوم الأحد شبكة خدمة الانترنت يامن موبايل 4G مع تقوية الاتصالات بالشبكة في عدد من الأحياء بمدريتي المكلة والشحر وأكد مدير المؤسسة المهندس علي عبدالله بارجة أن المؤسسة استكملت تركيب محطة 4G في مدينة المكلة القديمة ستغطي حي السلام وأجزاء من أحي العمال وتشغيل محطة ربوة فوة التي ستغطي أحياء المتضررين والإنشاءات وربوة المهندسين وإلى جانب محطة الشافعية التي ستغطي حي الشافعي وأجزاء من حي ابن سينا وتركيب وتشغيل محطة سنترال الشحر ستعمل على تغطية الخدمات لأجزاء من المدينة وأكد المهندس بارجة أنه سيتم خلال اليومين القادمين تشغيل محطة تنبيخة والجوازات بحي أكتوبر بديس المكلة مشيرين إلى أنه سيتم عقب عيد الفطرة المباركة البدء بتركيب محطة تقوية جديدة لتعزيز الخدمة بمديرية غيلبا وزير والشحر والمكلة والانتهام من تركيب محطات جديدة لخدمة عادة النت تغطي أحياء المكلة وابن سينا وروكوب وبويش شكرا